أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إغلاق باب المغاربة بعد ما اقتحم أكثر من ألف مستوطن المسجد الأقصى في خامس أيام عيد العرش اليهودي وقال مراسل العربي إن المستوطنين أدوا تقوسا تلمودية في البلدة القديمة وأمام باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى وأفاد أن مجموعات من المستوطنين تحتشد في البلدة لمواصلة اقتحام الأقصى على شكل مجموعات وأكد شهود نعيا للعربي أن مستوطنين أقدموا على الإساءة لرجال دين المسيحيين في أزقة البلدة القديمة في القطس ما دفع رؤساء الطوائف المسيحية إلى توجه للسفراء الأجانب لمساعدتهم بعد أن رفضت سلطات الاحتلال تأمين الحماية للكناز